موسيقى الجبوري يبحث مع واشنطن الدعم الدولي والتدريب العشار بحث رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع السفير الامريكي لدى بغداد آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد وأهمية مواصلة الدعم الأمريكي والدولي للعراق كما استعرض السفير الجبوري الآليات الخاصة بتدريب قوات العشائر المساندة لهم القوات العراقية تصد هجوما لداعش على الخالدية تمكنت القوات العراقية وأبناء العشائر من صد هجوم واسع شأنه تنظيم داعش الجمعة على ناحية الخالدية شرق الرمادي موسكو تدعو المعارضة والأكراد إلى التوحد مع الجيش السوري في تحالف إقليمي ضد داعش أوضحت موسكو أن مبادرتها بشأن تشكيل تحالف لمكافحة داعش تخص جميع دول الإقليم بما فيها السوريا جيشا ومعارضة مسلحة إضافة إلى الأكراد سوق داعش للنخاسة بيع سبايا في الفلوجة قالت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش قام ببيع مئة مختطفة سورية في مدينة الفلوجة العراقية التي أنشأ فيها التنظيم سوقا للنخاسة حسب الوزارة القوات المصرية تعلن عن تصفية سبعين مسلحا في الشيخ زويد ورفح أعلنت السلطات الأمنية المصرية عن مقتل سبعين إرهابيا في ضربات استباقية لسلاح الجو ضد عناصر مسلحة وقيادات شديدة الخطورة في منطقة شمال سيناء إسرائيل ترى ضرورة في التحالف مع العرب المعتدلين ضد الإرهاب الإسلامي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطر الأكبر على دولته في تطوير البرنامج النووي الإيراني رغم تفاقم خطر داعش على حدودها الشمالية والجنوبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر